مؤتمر التحديات الصحية ترجمة لشراكة والتعاون المثمر بين مستشفى دار الشفاء ووزارة الصحة وأوضح وكيل الوزارة بالإناب محمد الخشتي خلال فعاليات الانطلاق أن المؤتمر يأتي بتعاون مع قسم الأطفال حديثي الولادة والخدج في مستشفيات وزارة الصحة منضح أنه باكورة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يطرح المؤتمر الكثير من الأوراق البحثية التي تسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية وإثراء آليات التشخيص والعلاج أثلت سدري أن أشوف الحضور الكبير هذا وأثلت سدري أن أشوف تعاون حقيقي بين القطاع الخاص ممثل في مستشفى دار الشبهة وبين وزارة الصحة أنت تطلع إلى مؤتمرات أكثر من النوعية هذه لأن هذه اللي راح يتقرب القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعني إشكل ما شفته رئيس المؤتمر العلمي اللي هو من وزارة الصحة الجوانب ثانية المستشفى اللي مسلمها فهذا راح يعني يفتح لنا بعض تعاون جدي بما يخص المؤتمرات في الصحية المؤتمر يأتي في سياق جهد المستشفى الدائم لتطوير قدرات فريقها الطبي والتمريدي لأجل ضمان أحسن مستوى خدمة تقدم لمرضى دار الشبهة بها الحالة للأطفال الخدج حديثي الولادة المستشفى دار الشفاء مستشفى مشهور جدا ومعروف برقي خدمات الولادة فيه والتطور وقوة خدمات العناية الفائقة للأطفال الخدج هي واحدة من الأسباب الضروري توفرها لأجل ضمان مستوى ولادة ومبعد الولادة مستوى خدمة ومتازة هالسنة اخترنا إطلاق هذا المؤتمر بالشراكة الكاملة مع أقسام حديثي الولادة والخدج بمستشفى وزارة الصحة تلقينا قدر عالي من الدعم والتسهيل والتعاون من قبل أطباء حديثي الولادة بمستشفى وزارة الصحة تلقينا قم blooming